من الله الرحمن الرحيم وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته اللهم اقدروا دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجيرانا خيرا من جيرانه يا الله حشروا مع جملة الأنبياء والصالحين وتقبل هذه الحجة عن روحه إلى حضرة النبي المصطفى وعلى نية قبول الفاتحة يا عيو يخبروا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عارك يوم الدين ياكري عبدالياك الفتعين بدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ومن ثم المغضوب عليهم بتوفيق من الله ثم سعي من الوالدة الله يحفظها ويطول عمرها قدرنا نعمل للوالد حجة قبل ما تمضى سنويته والحمد لله يعني مشي الأمور ويا رب الله يتقبلها يا رب عن روحه ويحتسبوا مع الشهداء والصالحين والحجاج الله ويكون يعني هيك الله يتقبل ويستجيب دعوينا يا رب ويرحمه ويغفر له وينور أبره هيك كان العيد كان أجواء يعني عملت حسب طلب الجماهير العائلة الكريمة شوية معمول عملت شوية بالبسكويت هاي اللي شايفينه بالبسكويت وهذا المعمول عملته بطحين الدين كالرقم 630 نفس الطحين العادي وبالعكس لسه أحسن صحي أكتر حبيت أورجيكم كمان الصباح شو بعمل بعبي هذا المي مع بذور الشيا وأعشاب أي شيء أنتو بتكم معاه أنا بحب الزنجبيل والشاي الأخضر والكركم كمان غيره بحط بكاسة شاي سخن يعني بشربه سخن اللي هو نفس الأعشاب يعني مع بذور الشيا وبذور الكتان مع بعض بالكاسة السخنة بشربها تقريبا كل يوم لها فوايد صحية كتير كتير يعني مهمة جدا للجسم في عندي كمان شوية فيتامينات حبيت أني أجربها كنا يعني حابين ناخد نوع معين أنا وزوجي من الفيتامينات ولكن لقيت أنا هذا فيه أغلب الفيتامينات مع الأوميغا 3 أوميغا 3 مأخوزة من السمك فحبيت أني أجربه لأنه فيه يعني كتير أشياء زي ما أنتوا شايفين الكابسولة مقصومة نصين يعني فيها الأشياء اللي بتدوب بالزيت وأشياء بالمي أو بالدهون يعني فهي فيها كتير من الفيتامينات حبيت أجربها إن شاء الله طلع منيحها مع المدى البعيد يعني هو عبارة عن أوميغا 3 أوميغا 3 لازم لوحد ياخدها السمك اللي إحنا مناكله أو شبهه مناكله يعني ما بيكفي ولا بيغطي كمية الأوميغا 3 اللي جسمنا بيحتاجها فمهما أكلنا يعني حتى لو أكلنا مرتين ثلاث مرات سمك بالأسبوع مع هيك ما رح نوصل للنسبة اللي جسمنا بيحاج إليها فلهيك لازم ناخدها من شي تاني كمان فيتامين D والزينك واليود هاي الأشياء من الأشياء اللي ما منقدر ناخدها من الأكل حبيت أعملكم هذا تشوفوه كتير كتير لذيذ عبارة عن طبقتين من هو بول بيسموه طبقتين من الفواكه الطبقة الأولى عبارة عن موز وفراولة الطبقة الثانية عبارة عن موز وكاكاو غامئ خالي من السكر بيجي تقيل وكاجو مكسرات ممكن تحطوا أي نوع أنا حطيت كاجو وتمر بيعطيكم نكية الشوكولات ولا أطيب من أي نوع شوكولات يعني فيكم تعملوا حتى موس شوكولات بهاي الطريقة بدون أي سكر يعني وما يكون مضر والعكس يكون مفيد أنا حطيت بذور الشيا كنت نقعتها بتعطي ملمس هي مثل الجيلي شوي بتكون طرية بتعطي ملمس ويكون كتير طيبة فيكم تزينوه برضو بأي شي انتوا بتحبوه كمان من الأشياء اللي بعملها الصبحي يوميا ولازم اللي بنتي الصغيرة عبارة عن هذا الشوفان اللي بدوب خاص بالبيبي هذا الشوفان كتير بدوب بسرعة بأي سائل أي شي بارد فورا بدوب فيه فأنا بهرس دائما فواكه سواء مثلا موز مع فراولة حاطة أنا هون شوي كرز في هذا مثلا خالي من السكر عبارة عن تفاح ومانجا كمان بيكون بيو كمان بحط بضيف شوي منه بعمل خلطة فيكم تضيفوا انتوا كمان مثلا معجون التمر فيكم تضيفوا كاكاو فيكم تضيفوا لبن يعني الخيارات جدا واسعة فيكم نفسه تعملو للكبار يعني فطور صحي للكبار يكون مثلا مثل هيك وتزينو بمكسرات بأي شي مثلا فواكه مجففة فيكون فطور صحي مغزي ومشبع لفترات طويلة خاصة إذا دخلتوا فيه بزور الشياء والمكسرات زي ما أنتم شافين هاي كمان وجبة تانية كمثال تاني عبارة عن موز وكرز الكرز هاد بلدي يعني إحنا شتريناه من من ألمانيا من هون حد بيبيع هون اللي عندهم مزرعة ف بتلاقوا بيختلف عن اللي بينباع بالأسواق بتلاقوا لونه حتى عن جد بيصبغ الفواكه اللما تكون فيها لونها فاقع وعم بتطلع لون بتكون أعرفوا إنه بتكون كتير منيحة وبتكون طبيعية يعني و ممكن أورغانيك أكتر ف يعني هذا الكرز رهيب جدا 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 زي ما أنتوا شايفين بيصبغ يعني بتكون بديروا بالكم وبحط معه كمان شوفان هذا اللي قلتلكم عنه بيدوب زي ما أنتوا شايفين بس إني بحط منه شوي وبيدوب معانا طبعا البيبيات اللي أصغر من عمر الست شهور لازم يعني يحطوه بشوي يعني يطبخوه شوي أو بمي سخنة أو ممكن يعني بالمايكرويف للسرعة يعني لازم ينطبخ شوي صغيرة يعني مش كتير بس بس إنه مع شي حراري لحتى ينهضم أكتر يعني بشكل أفضل عند البيبي لصغير لأنه البيبيات الصغار ما بيعرفوا يهضموا الأكل مثل يعني ممكن بعد الست شهور بعد الست شهور سبع شهور إذا كان أكل البيبي منيح وهضمه منيح فينا نصير نحطه مثل هيك مع الفواكه بدون ما نعرضه للحرارة كمان أنا بهاي الطريقة منحافظ على الفيتامينات والمعادن اللي فيه بدون ما تتكسر بالحرارة فشغلة كتير صحية وكتير مفيدة تعملوها زي ما قلت لكم هاي الزبدية فيكم تزينوها بشكل كتير كتير حلو تحطوا عليها ممكن شوية عصل لو بتحبوا يعني بس الموز بيعطي حلاوة كتير حلوة للطبقات بس اذا حبيتوا يعني ممكن تضيفوا شوية عسل تزينوها بالمكسرات بجوز الهند بالفواكل المجففة بالفواكل الصحيحة يعني الحب كمان هتلاقوها رائعة جدا جدا حبيت أورجيكم كمان شوية من غراد اللي اشتريتها من شين حبيت أجرب يعني انه غراد شين كيف بتكون رح يكون فيديو تاني لحاله عن غراد شين مشان يكون الفيديو ما يطول يعني معانا بس حبيت اني اجرب غراد شين خاصة أواعي لسباحة لانه لازم اواعي لسباحة بالصيف خاصة لما يكون واحد بده يسافر عنده يعني في مكان يعني خاصة أواعي لسباحة للمحجبات الخيارات كتير قليلة هون خاصة يعني محتى بالامازون وبالإيبي وهي المواقع ما بيكون في هذيك الخيارات اللي أنا شفتها على موقع شين حبيت حبيت أجرب ونفس الشي اشتريت كم غرض راح تشوف بالفيديو الجاي الفيديو لحال حيكون ف بتمنى تتابعوا الفيديو قبل ما أنهي الفيديو عم بحضر حاليا لميلاد ابني وهو طلب شي بخص ماريو حبيت اني أعمله الكيكة هالمرة بإيدي زي كل مرة يعني بس السنة الماضية غير شوي بس راح عمله هاي السنة كيكة الماريو فترقبوا يعني ان شاء الله طلع منيها شكرا المتابعة بتمنى تعملوا اشتراك للقناة إذا عجبكم ولايك ومنلتقي ان شاء الله بفيديو جديد الفيديو القادم عن مشتريات شين حور جيكم ياها بالتفصيل ورأيي فيها شكرا المتابعة وإلى اللقاء في فيديو جديد